عاشت في المائل عشرين سنة وتأكل في الشهر مرتين فقط اتهموها بالجنون والشعوذة وقالوا إنها جلبت العار لقريتها ووصفوها بأنها أغرب نساء الأرض تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب هنا في منطقة باردمان غربي الهند تعيش باتوراني هوش المرأة كانت تتمتع بحياة طبيعية لسنوات طويلة من عمرها حتى أصابها مرض خطير في مفاصلها وجعلها طريحة الفراش وبعدما عجز الأطباء عن علاجها نزلت إلى بحيرة قريبة من منزلها صدفة لتكتشف أن المياه خففت من ألمها فقررت العيش في البحيرة لبقية حياتها عيشها الطويل في الماء دفع ببعض سكان القرية إلى وصفها بالمشعوذة وبالعجوز المجنونة خصوصاً وأن هذه السيدة لن تكن تأكل كثيراً وجبتها الوحيدة هي طبق من الأرز مرتين فقط في الشهر وتبقى في الماء لمدة تتراوح بين 12 إلى 14 ساعة باليوم وتخرج منه فقط للنوم لكن ماذا يحدث لجسم الإنسان العادي إذا بقي لساعات طويلة في الماء كشفت دراسة برازيلية عام 2018 أن العلاج بالتمارين المائية ذات الحرارة المعتدلة يساعد في التخلص من شدة ألم المفاصل كما يحصن الوظيفة الجسدية بعد فترة تتراوح من ثمانية أسابيع إلى ثلاثة أشهر دراسة أخرى قالت أن البقاء لفترة طويلة في الماء يسبب تجاعداً في أصابع اليدين والقدمين ويحفز ردود الفعل لدى الجهاز العصبي لتسهيل الإمساك بالأشياء لكن انتبهوا هناك دراسة ثالثة قالت أن الإنسان يعيش ساعة واحدة فقط داخل ماء درجة حرارته 5 درجات مئوية ولمدة ساعتين إذا كانت 10 درجات مئوية ولمدة 25 ساعة داخل الماء الدافئ القصة الغريبة لهذه السيدة دفعت الكثيرين إلى زيارة البحيرة لاكتشاف أسرارها ومعرفة حقيقتها رغم أن أهل المنطقة لا زالوا متمسكين بأن ما حصل لباتوراني هو مجرد شعودة أو جنون ما رأيكم؟ هل هي فعلا مشعوذة؟ أم أن الماء دواء لداء آلام العظام؟ وما هو أغرب علاج سمعتم عنه في حياتكم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر